أهلاً ومرحباً بكم مشاهدنا الكرام إلى حلقة جديدة من كورك الصحافة ونبدأها بالعنون غريفث يدعو ليطلق صراح الأسرى بسبب كورونا والحسيون يتجاهلون الدعوة صحيفة الگارديان بينما وقف الغرب مرتجفاً كيف تصرف الدول آسيا لمعجهة كورونا ومن أخبارنا المنوعة سجارة تقود إلى القبض على متهم بالقتل بعد 35 عاماً من الجريمة أهلاً بكم تجهلت جماعة الحسية الدعوة التي أطلقها المبعوث الأممي إلى اليمن مرتجفاً لإطلاق صراح الأسرى والمحتجزين على ذمة الصراع خشية انتشار وباء كورونا وعنون موقع المصدر أولاين الحسيون يتجاهلون دعوة غريفث لإطلاق صراح الأسرى في ظل المخاوف من تفشي وباء كورونا ولم ترد الجماعة على الدعوة التي رحبت بها الحكومة اليمنية فيما تتهم الأخير الحسيين باحتجاز أكثر من 3000 مختطف مدني في سجونها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها ورغم أن الجماعة أعلنت عن حزمة واسعة من الاحترازات في مناطق سيطرتها منها تعليق الدراسة وتقليص الدوام في القطع العام إلا أنها لم تتخذ أي تدابير فيما يخص السجون التي تديرها واعتبر زعيماً المتمردين الحسيين فيروس كورونا المستجد حرب بيولوجية مشيراً إلى أن بعض الخبراء في الحرب البيولوجية يتحدثون عن عمل الأمريكيين منذ سنوات على الاستفادة من فيروس كورونا والعمل على نشره في مجتمعات معينة إرادة التاريخ لا تقهر تحت هذا العنوان كتب حسني عايش مقله المنشور في صحيفة الغد مضيفاً في جزء من المقال احتاجت كل من بريطانيا وسويد وسويسرا إلى مئات السنين وهي بين الأخذ والرد والتقدم والتقهقر والكر والفر إلى أن اتفرض التاريخ إرادته أو قانونه المذكور عليها لقد سالت دماء كثيرة على الطريق لأن قوى الدكتاتورية والشمولية كانت تخرجه عن السكة فيكلفها الكثير لعادته إليها وأخيراً تم إلحاق الهزمة بهذه القوى في أوروبا وتحولت في أوقات متفاوتة بين أقطارها إلى الحرية والديمقراطية والعلمانية والمواطنة وحقوق الإنسان وصار العالم يقفز إلى عربة القطار للحاق بها لعل ما يجري في بلاد المسلمين وخاصة العربية من ثورات وانتفاضات دليل على الاتجاه نفسه وسيتم عاجلاً وغير آجل إلحاق الهزمة بالقوى المقاومة لحركة التاريخ إن التاريخ المعاصر يسير في هذا الاتجاه ولو كره المارقون ولا تصدق أبداً أنه يوجد فرق نوعي بين الشعوب إنه فرق في التواريخ والأحداث والأسماء وليس فرقاً في النوع أو في حركة التاريخ لأنه يخضع لإرادة واحدة أو لقانون واحد والمعنى أن كل شعب قد يمر فيما مرت به الشعوب الأوروبية من حروب وكوارث وخيبات وانتصارات تنتهي في محطة واحدة ومحطة الحرية والديمقراطية والعلمانية والمواطنة وحقوق الإنسان وعليه فإنه على الرغم من بكائنا وحزننا على الدماء الغزيرة التي سالت ولا تزال تسير في بلداننا فإنها مثلها مثل شباط خباط الذي يشبط ويخبط ورائحة الصيف فيه إننا نرى أو يجب أن نرى الضوء في نهاية النفق غير أنه لما كان هذا النور بعيداً أو خافتاً الآن فإن كثيراً منا يتشأم ويفقد الأمل في الأمة وفي شعوبها إنها رحلة قد تطول ولكنها ستنتهي بالفوز وسيصل القطار إلى محطته الأخيرة وسوف يأتي يوم تخلع فيه الشعوب الأمة وشعوب هذه المنطقة أسمال الماضي وملابسه المرقعة والبالية وتلبس ملابس جديدة زهية بدلاً منه ملابس الحرية والديمقراطية والعلمانية والمواطنة وحقوق الإنسان طالبت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن طالبت جميع الجهات المعنية القيام بدورها واستكمال الإجراءات الجنائية والقانونية وإحالة ملفاتها للقضاء مع من تم الإعلان عن القبض عليهم من المتهمين بجرائم الاغتيالات وفقاً لموقع الصحوانت رابطة ضحايا الاغتيالات تطالب بإحالة من تم القبض عليهم للقضاء وملاحقة بقية الفارين وعبرت الرابطة عن قلقها فيما يتعلق بمجريات الأمور بعداً من إنفلات وقصور أمني عام يتجلى بأنصع صوره في حوادث الاغتيالات التي تكاد تكون في الأونة الأخيرة شبه يومية وأشرت إلى أن هذه السلبية والمعضلة ليست محصورة على الجرائم الأخيرة وحسب بل تمتد لما يتعلق بعشرات بل ومئات الجرائم التي حدثت منذ عدة سنوات مضت الحوثيون يحاكمون ترامب هوس بالمعارك المفترضة مع أمريكا تحت هذا العلوان كتب زكريا أحمد مقاله المنشور في العربية الجديد مضيفاً لم تكن محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طيلة الفترة الماضية حكراً على خصومه الديمقراطيين الذين سعوا لعزله قبل أشهر من انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل فالحوثيون يحاكمونه أيضاً في ثاني قضية من نوعها خلال عام وذلك في محاكم خاضعة لسيطرتهم بمعقلهم الرئيس في صعدة شمالية لمن ودأبت جماعة الحوثي منذ بدء الحرب قبل خمس سنوات على تلقين أنصارها قناعات بأنها تخوض معركة مع أمريكا في المقام الأول قبل السعودية والإمارات ودائماً ما تتخذ وسائل إعلامها الرئيسية تعابير موحدة لعناوين الضربات الجوية التي تستهدف الجماعة بالقول إن من يشنها هم الأمريكيون وباعتباره رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية بات ترامب هدفاً للحوثيين إذ قاموا بمحاكمته للمرة الأولى في إبريل نيسان من العام الماضي بتهمة قتل القيادي البارز في الجماعة الرئيس السابق لما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد كما شرعوا الأربعاء الماضي في إجراءات محاكمته في معقلهم الرئيس بصعدة وذلك بتهمة استهداف حافلة طلاب ضحيان في المحافظة في أغسطس من عام 2018 وفي كلتا القضيتين تصنف المحاكم الحوثية الرئيس الأمريكي بأنه مقفر من وجه العدالة ومن أجل إضفاء نوع من الجدية على الأمر نصب الحوثيون محامياً عن ترامب وبقي زملائه في قائمة المتهمين الواحد والستين والتي يتذيلها ملحق تجاري في السفارة اليمنية بالرياض يدعى حميد مجلي وعلى الرغم من أن المحاكمات الحوثية للرئيس الأمريكي باتت مثاراً للتهكم في شارع اليمن إلا أن الجماعة تواصل التأكيد لأتباعها على جدوى ما تقوم به وتعزز ذلك بمحاضرات توعوية أسبوعية تعرف بالدورات الثقافية وتوجيه الخطاب الإعلامي التابع لها بصورة رئيسية ضد الإدارة الأمريكية باعتبارها الخصم الرئيس اتخذت السلطات اليمنية عدداً من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد إلا أن وبحسب صحيفة العربية الجديد إغلاق الأسواق الشعبية لبيع نبتة القات يشكل التحدي الأبرز للقائمين على المدن الخاضعة لسيطرات الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين على حد سوى وتشكل أسواق القات أحد أبرز التجمعات اليومية لليمنيين وعند منتصف كل نهار يتدافع المواطنون على أبواب الأسواق الشعبية لشراء عشبة القات ومع تعليق الرحلات والدراسة والصلاة الجمعة والجماعة في المساجد للحد من التجمعات باتت أسواق القات الشعبية التي تنتشر بكثافة داخل كافة المدن الرئيسية والصغرى العقب الأكبر أمام سلطات عدم وصنعاء بهدف الحيلولة دون تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد وعلى الرغم من عدم تسجيل أي إصابات معكدة بفيروس كورونا الجديد في اليمن كما تؤكد السلطات الصحية إلا أن الخدمات الطبية تشهد تدهورا كبيرا في البلد الذي يعيش إضطرابا ونزاعا متصاعدا السلطات اليمنية وفي مناسبة سابقة حاولت تنظيم ونقل أسواق القات إلى خارج المدن من أجل الحد من الازدحام المروري في أوقات الظهيرة إلا أنها عجزت عن ذلك وتجدد الأمر في الوقت الحالي مع دعوة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لإغلاقها بشكل كامل كون القطاع الصحي لا يحتمل مواجهة وباء كورونا يقول وكيل وزارة الصحة في الحكومة اليمنية الشرعية علي الوليدي للعربي الجديد أن قرار إغلاق أسواق القات يحتاج إلى جهة أمنية صارمة ولأن القرار قد يجهد معارضة كلية من قبل المواطنين بدأت السلطات المحلية في بعض المحافظات وعلى رأسها حضر موت بالإعلان عن قرارات تمهيدية لحل مشكلة أسواق القات نشرت صحيفة الأبزورفر تقريرا لمراسلة الشؤون الدولية بعنوان وباء كورونا كيف تصرف الدول آسيا بينما يقف الغرب مرتجفا يقول التقرير أن أول حالة في تايوان وإيطاليا لم يفصل بينهما سوى أيام لكن حتى صبحت الأحد لم تسجل تايوان التي ترتبط بعلاقات تاريخية وثقافية بالصين سوى 153 إصابة بفيروس كورونا توفي منهم اثنان بينما سجلت إيطاليا أكثر من 47 ألف إصابة وارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 4000 شخص ويضيف التقرير أن إيطاليا تشهد أسوأ أثار للوباء على مستوى العالم فعدد الوفيات فيها تخطى نظيره في الصين التي بدأ أن دلع الفيروس على أرضها على أرضها ووفقا لكاتبة التقرير إن ذلك يأتي بعد أسابيع فقط من التراخي الحكومي في مواجهة الانفجار المتسارع لعدد حالات الإصابة والوفاة بشكل متكرر في دول الغرب بداية من أسبانيا وأتوضح كاتبة التقرير أن قادة دول الغرب يتخذون حاليا قرارات لم يكن التفكير فيها ممكن قبل أسابيع أو حتى أيام سابقة من إغلاق مدن بأكملها بما فيها من عشرات الملايين من السكان من برلين حتى مدريت وسان فرانسيسكو كما ضخوا مليارات الدولارات لدعم مكافحة الوباء نهاية العالم ما تحت هذا العنوان كتبت رشا عمران مقالها المنشور في العرب الجديد والتي جاء فيه شيء ما يميز ما يحدث حاليا بسبب الفيروس لا مظلمية لدافئة معينة لا شعب ولا قومية ولا دولة ولا جنس ولا دين ولا مذهب ولا حزب لا مظلمية يمكن لأحد أن يتحدث عنها أو ربما يتاجر بها البشرية جميعها سواسية كأسنان المشط الكل واقع في الخيبة نفسها لا أحد مستثنى ولا أحد في منجى مما يحدث يا لهذه العدالة الغريبة التي ظهرت أخيرا العدالة التي ساوت بين جميع الجنسيات وجعلت وثائق السفر مشابهة الأهمية فلا مكان ليهرب إليه الخائفون من الوباء إذ أن الفيروس أكثر سرعة وخفة ورشاقة في الوصول إلى كل الأمكنة العدالة التي جعلت شعوب الأرض تتساوى في مستوى التعافي أو اجتداد المرض إذ لا علاج له بعد ولم تفلح محاولات ترامب في شراء الحق الحصري للعلاج الذي يسعى الألمان إلى تطويره ليكون متوفرا للبشرية جمعاء بينما يريده ترامب للأمريكيين فقط ربما أراد ترامب أن يظهر أمام شعبه كاتوم كروز وهو ينفذ المهمة المستحيلة نحن نشهد نهاية العالم قالت لي صديقة على الهاتف ثم فكرت بعد أن أنهيت معها المكالمة بمعنى نهاية العالم متى ينتهي العالم فعلا؟ كل الأساطير وكل الأديان وكل المنجمين وكل من يدعون علم الفلك وكل رجال الدين يتحدثون عن نهاية ما للعالم وكل يصورها بطريقته وحسب أيدولوجيته ثم تمن يقول إن العالم سوف ينتهي بوباء أو باستدام كوكب الأرض بكوكب آخر يؤدي إلى انفجار كوني أو بطوفان يغرق البشرية ولن يبني أحد سفيرة لإنقاذه أو مخلوقات غرائبية تعيش في كواكب أخرى سوف تأتي لتحتلاء كوكب الأرض وتفني كل من فيه في وقت أصبح فيه اسم كورونا ينشر الروع في أرجاء متفرقة حول العالم إلا أن هذا الاسم كان مصدر سعادة لصاحب مطعم بيتزا ألماني فكيف ذلك؟ يقول موقع ديباليو أنه لم يكن مطعم بيتزا في مدينة دورتمونت الألمانية يعتقد أن إطلاق اسم كورونا على المطعم سنة 2013 سيجلب شهر كبير لهذا المطعم في هذه الأيام العصيبة ويساعده في تحقيق مبيعات غير مسبوقة ويشير مالك المطعم أوليفر إليفيسكي إلى اختيار اسم كورونا على المطعم كان في سنة 2013 وأضاف لقد انتعش المطعم بشكل كبير منذ ظهور فيروس كورونا وإذا كنت تبحث في موقع جوجل على كورونا ودورتمونت فإنه سينتهي بك المطاف تلقائيا في صفحة مطعمنا أضاف أوليفر إليفيسكي الذي يدير المطعم مع زوجته أن هاتف المطعم يرن باستمرار حيث يطلب الزبناء غالبا بيتزا كورونا المفضلة في هذه الأيام عندما يرن الهاتف يسمع برفقة زوجته بعض المزح من الزبناء أو الزبائن الذين يسعلوا البعض منهم قبل طلب البيتزا من مطعم كورونا وأردف الفيروس سيختفي يوما ما لكننا نحن سنبقى تمكنت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية من القبض على رجل يشتبه في قتله لامرأة قبل 35 عاما بعد فحص الحمض النووي على بقايا سجارة رماها من سيارته وتعنون البي بي سي سجارة تقود إلى القبض على متهم بالقتل بعد 35 عاما من الجريمة وتم اعتقال دانيال ويلز 57 سنة في مدينة بن ساكولا الواقعة في فلوريدا في وقت سابق من هذا الأسبوع ووجهت إليه تهمة قتل تونيا ميكينلي الذي عثر عليها مخنوقة في أول يوم من عام 1985 ولم تحل قضية قتل ميكينلي وظل القاتل مجهولا أكثر من ثلاثة عقود لكن الشرطة قالت أن مقارنة معلومات الحمض النووي الـ DNA التي حصلت عليها من قاعدة بيانات عامة مع الأدلة التي وجدت بقرب الجثة أظهرت علاقة ويلز بجريمة القتل مؤلف كتاب السياسة الأمن القومي والحماس العرضي نوكولاس غورسمان كتب مقالا عن الخوف الذي جلبه فيروس كورونا والأثار الجانبية المترتبة على ذلك وفد في المقال الذي نشر في صحيفة الغد سوف يستمر هذا الخوف بعد أن يهدأ تفشي المرض تجعل الاضطرابات المجتمعية من فيروس كورونا حدثا اقتصاديا كبيرا الآن يجري سحق صناعة السفر شركات الطيران والفنادق وسفن الرحلات البحرية وما إلى ذلك وتجر معها الشركات والأعمال التي تعتمد عليها وبدأ التصنيع يشهد اضطرابات في سلسلة التوريد وفقدت المطاعم وتجار التجزئة زبائنهم ولا أحد يعرف حقا متى سينتهي كل هذا ثم هناك التأثيرات من الدرجة الثانية سوف يفقد الملايين الذين يعملون في الصناعات المتضررة مصدر الدخل ما يعني أنهم سينفقون أقل وهو ما سيؤثر على الأعمال الأخرى ولن يستعيد الكثير من عمال المناوبات الذين يفقدون ساعات العمل وظائفهم ومع إغلاق المدارس سوف يتعين على الآباء والأمهات البقاء في منازلهم مما يزيد من تثبيت النشاط الاقتصادي وقد يعمد المستهلكون إلى تأخير بعض عمليات الشراء مما سيؤدي إلى كبح الطلب وإمكانية التعافي السريع في بعض القطاعات إنك إذا كنت ترغب في شراء سيارة لكنك لا تريد الذهاب إلى الوكيل حتى ينتهي هذا الوضع فسوف يظل بإمكانك أن تشتري سيارة لاحقا أما إذا ألغيت رحلتك إلى مؤتمر أو توقفت عن الذهاب لتناول الطعام في الخارج لمدة شهرين فإن ذلك النشاط الاقتصادي يكون قد ذهب فحسب وبذلك سوف تحقق هذه الأعمال دخلا أقل ما يعني أنها ستطرد العمال أو تخفض عمليات التطوير وستكون لديها أيضا أموال أقل لإنفاقها أو استثمارها كل هذا يعني حدوث ركود محتمل وقد يؤدي الكساد إلى إذكاء التوترات سواء داخل الدول أو فيما بينها وتحاول بعض الحكومات مسبقا أن تجعل من حكومات أقراكبة شفدة سوف يدرس العلماء وصانعوا السياسات الاستجابات الحكومية المتنوعة للوباء لعقود مقبلة فقد بدأت الصين حيث نشأ الفيروس بالإنكار ثم تحولت إلى الحجر الصحي عندما أصبح من المستحيل تجاهل المرض صحيفة الجارديان البريطانية نشرت مجموعة من الصور التي تظهر التحولات التي يحدثها كورونا على العالم وكيف أثر على الحياة اليومية نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا مشاهدنا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير في حلقة قادمة إلى اللقاء